النهاردة في بيان صادر عن القيادة العامة الجيش الليبي بيقول أن طائرات الجيش الليبي أيضا شاركت في عملية القصف على معسكرات الإرهابيين في دارنا وأنها تأتي تمهيدا لدخول القوات البرية الليبية طبعا لمدينة دارنا طبعا هذا العملية اللي احنا عملناها ابتدت من مبارح وما زالت مستمرة وفي بيان طلع النهاردة الضهر على ضربة أخرى ونوى عن الضربات اللي حصلت أثناء الليل أيضا ده بيخلي القوات المسلحة الليبية الجزء اللي موجود منها يقدر يتحرك على الأرض يقدر يمهد لتحرك بري وده أعتقد أنه هو إن شاء الله اللي حيني على الجامعات الإرابية القوات الجوية صحيح ممكن تشيل الجامعات الإرابية تدمر جزء كبير من إمكانياتها وشوفنا يمكن لو الفيلم اللي طلعته القوات المسلحة شوف حجم الانفجارات الانفجار العالي جدا يبين أن ده مخزن زخيرة وأن ده إمكانيات فيها أيضا غير مخزن زخيرة مهد متفجرة وشديدة الانفجار ده بيبين أنه عنده إمكانيات فعلا ماهوش ضرب مباني يعني ضرب المبنى ما يديش الانفجار ده والقيمة الانفجارية للصاروخ اللي بتضرب أو للقملة متضرب ما تعملش الانفجار ده ولا تطلع الشظايا العالية دي فواضح جدا من الانفجار الموجود حجم الامكانيات اللي كانت موجودة عند الإرهابيين مش عارف حضرك لو يعني بصيت على الشاشة عندنا مش عارف دي الرفال ولا طائرة أخرى فيه F-16 اشتركت وفيه رفال اشتركت بص بفن من الانفجارات هذه الانفجارات دي لده فيه انفجارات أكتر من كده كمان في الفيلم اللي هو على موقع المتحس العسكري هتلاقي فيه انفجارات واضحة جدا أنها مخازن زخيرة وفيها متفجرات بكمية بيرة دي F-16 دي F-16 أيها طيب ده حيشجع